الشيء الثاني المهم جدا في العهد الجديد هو سلطان المسيح أن يغفر الخطايا غفر خطايا المفلوج دلوا مفروج كان موجود في كفر نحون دلوا يعني كان قدام يسوع قال له يسوع يا بني مغفورة لك خطاياك المتدينين أو رجال الدين اليهود طبعا حفظين الكتاب في داخلهم حتى مش بصوتنا سموع لماذا يتكلم هذا هكذا بالتجديف من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده فإذا المسيح عالم القلوب عرف قال لهم أيما أيصر أن يقال لهذا المريض مغفورة لك خطاياك أم أن يقال له قم احمل سريرك وامشي فما قال هذه العبارة لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا ما فيش شبهات في الجملة ما فيش أي توابل لأنه بعض الناس بحاولوا يحرفوها يعني من ناحية قواعد اللغة لا لا واضحة جدا لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطاناً على الأرض أن يغفر الخطايا طب كيف برهن؟ لك أقول قم احمل سريرك وامشي فمشى في الحال فإذن شو الدليل أنه بيقدر شفى المفلوج شفى المفلوج وهذا كان دليل على قوة الغفران أحبائي فعلاً التشخيص كان واضح من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده هذا صحيح وهنا أحبائك أنه يقول أنا الذي أغفر الخطايا المسيح غفر الخطايا خطية المرأة التي أمسكت في ذات الفعل وهي تزني سألها في يحنى 8 أما دانك أحد أجابت وقالت لا يا سيدي قال لها ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئ يعني هذا قوة تعبير عن الغفران ثم في لوقة سبعة المرأة الخاطئة نفس التشخيص سمعان الفريسي قال لو كان هذا نبياً لعلم من هذه المرأة هو أثبت أنه أكثر من نبي وعلى طول لأنه عرف أفكار سمعان وابتدى يعاتبه وثم قال لهذه المرأة مغفورة لك خطياك اذهبي بسلام ثم اللص التائب على الصليب قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك قال له يسوع اليوم مش بكرة اليوم تكون معي في الفردوس يعني غفر خطياه أعطاه حياة أبدية ورح يكون معي يسوع المسيح في نفس اليوم في الفردوس الأبدي اشتركوا في القناة